اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعايا كوب من الحليب وكوب من المية وطبعا هننزل مع البيض بالفانيلا تقدروا تستخدموا سيلة او بودر حسب المتوفر واللي معندوش يقدر يحط معلقة خل مفيش اي مشكلة هضيف معلقتين كبيرة من السكر كوب من الطحين اسهل منها مفيش بنحط كل المكونات وبعدين بندمجها بالمضرب السلك العادي كوباية من الحليب وهضيف كوباية من المية اللي حب يستخدم الخليط كله مية مفيش مشكلة تريدوا تستخدموا الخليط كله حليب مفيش اي مشكلة برحتكم المتوفر عندك اشتغل بي هنا اصحابي اهو زي ما انتم شايفين ضفنا كوب حليب وكوب مية وطبعا فيه رشة ملح مع الطحين وبس هي دي المكونات وكمان انا نسيت معلقتين من الزيت وممكن تستبدلوها بزبدة برضو اللي يحب ويفضل لكن انا نفسي استخدمت زيت نباتي عاديا هاجبهم واضفهم على الخليط ونقلب شايفين ما فيش اي حاجة اللي يريد ما يريد يشتغل باليد ويريد يشتغل بالخلاط او بالهند بلندر اي حاجة متوفرة عندك بس احنا عملنا خليط سهل وسريع بنصفي عشان لو فيه اي تكتلات وكده خليط الكريب بمعنى جاهز نيجي بقى الاساس الفيديو بتاعنا اصحابي اشتري مقلية تفال عادية ولا اشتري صناعة الجهاز اللي هو الجهاز اللي بالكهرباء طيب اي مقلية تفال او جرانيت او حاجة لازم تجي بيها مركة يعني فتبقى مركة محترمة يعني بس ومع ذلك يعني انا بشتري والله مركة محترمة ومركات معروفة في السوق ومع ذلك هوريكم دلوقتي دي المقلية سعرها 6 ريال عماني احنا بنتكلم بالعماني 6 ريال يعني 60 ريال درهم او 60 سوري 60 درهم امراتي او 60 ريال سعودي مش 6 ريال يعني 6 ريال يعني احنا الريال بتاعنا بعشرة من الدرهم او عشرة من الريال طيب دي اللي قبلها برضو انا كنت جايباها بحوالي 9 ريال لان دي كانت اكبر كنت جايباها من دانوب ومشكلة المقلية بتبقى حلوة قوي واحنا بنشتغل بيها ولكن انا بستخدمهاش للكريب فقط ومع ذلك بعد فترة بيبدأ الخليط ما بتبقاش نونستيك يعني على الرغم بنخسلها ما بنخسلهاش بحاجة خشنة ونستخدم السباتولة والسيليكون وكده ولكن بعد فترة لازم المقلية بتبطل الخليط لازم بيلزق فيها فبتبدأ تستبدليها دي بالنسبة للمقلية المقلية سعرها انا جبتها الجديدة دي بستة ريال طيب الجهاز بقى الجهاز انا كنت عندي اي ماكس في الوحة مول يعني اللي فيه اي ماكس وكان عامل عليها عرض سعرها الاصلي كانت 9 ريال ونص يعني 95 درهم او 95 ريال سعودي طبعا هو كان عامل عليها عرض بنزلها من 9 ونص ل 3 ريال ونص فطبعا انا خدتها عشان كان عليها عرض لكن لو سعرها الاصلي مش هشتريها وهتعرفوا ليه مش هشتريها واحنا بنشرح وبنشتغل مع بعض طبعا بتيجي المكينة المكينة طبعا كل المكان اللي موجودة في السوق كلها صيني بتبقى معاها الاناء بتاع الكريب ومعاها الجهازة هو وبنوصل الكهرباء واول ما بيشتغل الليت الاحمر ده ويطفي يعني كده الجهاز معانا جاء صالح يعني سخن للشغل اهو بيجي معاها الواير بتاعها طبعا هي 800 وط والقطر بتاعها تقريبا 20 سنتي الميزة فيها اللي خلاني اشتريتها انا شفت واحدة في الكرفور نفس المقاس 20 سنتي ولكن كان سعرها 12 ريال يعني 120 ريال سعودي او 120 درهم بس اللي خلاني ما اشتريتهاش من الكرفور ان لما مسكت المكينة بتاعت الكريب كانت تقيلة 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 يعني مش حاجة يعني كانت تقيلة فكانت يعني لقيتها مش عملية صراحة يعني ايد الواحدة هتوجعه عشان يغمسها كل مرة في الكريب فده اللي خلاني ما اشتريتهاش من الكرفور دي لما ممسكتها عندي ايماكس وزنها خفيف جدا اخف من المقلاية فده الميزة الاولى فيها ان هي خفيفة جدا في اليد بتاعتها في حاجات بسيطة ممكن ما تنتبهيش عليها لكن احنا بنفيد بعض بالتجارة فاول ميزة فيها ان هي خفيفة جدا على الايد يعني اخف من المقلاية على الايد يعني ايديك مش هتتعبك وانتي بتشيليها وتغمسيها على عكس فيه انواع تانية قلتلكم شفتها في الكرفور اغلى وما كانش فرق معايا الفلوس بس كانت المشكلة انها تقيلة جدا يعني هنا زي ما انتوا شايفين المفروض بعد الجهاز ما وصلته بالكهربا وسخن اهو بنغمسها بنعد كده يمكن واحد اتنين تلاتة تلاتين سانية وفيه فتحة ما فيش مشكلة ممكن ناخد ايه بسبتر او معلقة ونسد الفتحة اللي هي فيها المفروض ان هي نونستيك ما بتلزقش بتاخد هنا بقى العب بقى دا عيد انا كنت متخيلان هي اسرع من كده بتاخد في حبة الكريب اللي هي العشرين سنتي بتاخد دقيقتين على ما تبدأ تستوي فده يعتبر بالنسبة لي نفس الوقت بتاع المقلاية وشايفين اول ما على طول الاطراف بتحمر بنروح قلبنها على طول باطراف الايد او باطراف السيليكون لو تريد تسويها من الجانب التاني هتعملي زي ما انا عملت قلبتها اهو وسوتها فالعيب دا يعتبر عيب معرفش انتو شايفينه عيب ولا ميزة انها بتاخد في الحبة الكريب الواحدة دقيقتين يعني نفس الوقت اللي بتاخده المقلاية الميزة فيها يعني دا الميزة الميزة التانية اللي فيها ان هي بتديني السمك رقيق جدا ارق من المقلاية لكن بالنسبة لتوقيت الخبز نفس توقيت المقلاية طبعا العيب برضو اللي فيها ان الحجم صغير عشرين سنتي الحجم المقلاية طبعا هيكون اكبر فانا دي بالنسبة لي مميزات وعيوب انا اللي اغراني فيها السعر انا بشوف ان يعني عشرين دقيقتين في التسوية فانا بالنسبة لي المقلاية هتبقى اسرع منها صراحة يعني دا وجهة نظري انا انا عن نفسي بالنسبة لي لو ما كانش عليها عرضه وسعرها ارخص من المقلاية ما كنتش اشترتها يعني بحس شراها رفاهية يعني مش اساسي لو كانت على سعرها تسعة ونص ما كنتش هشتريها انا قلت لكم بامانة كل المميزات دي اللي احنا سوناها مع بعض في المقلاية وكانت المقلاية لسه جديدة زي ما انتم شفتوها انا مطلعها من الكيس وهدي اللي احنا بتاعت المكينة بتبقى خفيفة جدا ورقيقة ارق من المقلاية بس هي انا مشكلتي معاها ان هي بتاخد دقيقتين نفس وقت المقلاية وده كان الريفيو بتاعنا النهاردة عن المكينة وعن المقلاية وقلتلكم المميزات والعيوب لايك وشير واشتراك سلام عليكم